وينضم إلينا مشاهدين الكرام للحديث أكثر عن الجهود المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية والمساعدات الأخيرة دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات ورحب بك دكتور محمد بداية على شاشة أكسرا نيوز إذن الجهود المصرية متواصلة دكتور على عدة مسارات إن كان تثبيت وقف إطلاق النار أيضا ملف المصالحة والجهود التي تبذلها مصر في هذا السياق هناك أيضا ملف تبادل الأسرة وغيرها وصولا إلى المساعدات المقدمة من قبل مصر للشعب الفلسطيني واليوم كان هناك أيضا قافلة تضم الكثير من المعدات لإزالة الأنقاض ومساعدة الشعب الفلسطيني هناك كيف تقيم لنا هذه الجهود المصرية وكيف تقرأها؟ حياتي لحضرتك في البداية والسادة المشاهدين أعتقد أن مصر طبعا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تقوم بعدة محاور أساسية لعدل المحور الأبرز طبعا هو المحور السياسي كما أشارت حضرتك فيما يتعلق طبعا بملابس المصارحة الفلسطينية الفلسطينية وأن يكون هناك شود فلسطيني واحد طبعا يشضر للعالم أمال وألام الشعب الفلسطيني إضافة طبعا إلى الدور الهام جدا في مسألة وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار طبعا الجهود السياسية من أجل تحقيق نوع من التفاوضة الجاد ما بين طبعا الشعب الفلسطيني وإسرائيل إضافة طبعا إلى الدور التنموي وهذا دور لا يقل عن هذه الأدوار سواء فيما يتعلق طبعا بالقوافل الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة ثم بعد ذلك اليوم نرى طبعا المعدات المصرية والهندسية تدخل إلى القطاع في سبيل إنشاء بنية تحتية فلسطينية وأيضا تعويض ما تم تدميره من خلال الجهود المصرية سواء فيما يتعلق بإنشاء بنية تحتية قوية وإنشاء أيضا العديد من المباني داخل الدولة الفلسطينية إضافة طبعا إلى تحقيق نوع من الصورة الجيدة حتى للمجتمع العربي بأننا كعرب وتلاحمين ومتضامنين بعضنا مع البعض وأيضا تصدير صورة للمجتمع الدولي بأن مصر موجودة داخل قطاع غزة داخل أيضا قلب الشعب الفلسطيني موجودة بقوة فيما يتعلق بإنشاء بنية تحتية إنشاء مدينة جديدة داخل فلسطين ونعتقد أن كل هذه الجهود هي تنم عن تحول جزري في مسألة القضية الفلسطينية طب دكتور عند هذه النقطة تحديدا إلى أي مدى كل هذه الجهود والمجهودات التي تقوم بها مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ربما أعاد اليوم مصر إلى دورها الإقليمي القيادة الرائد في المنطقة ويضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالأساس أعاد ربما أعادت هذه المجهودات القضية الفلسطينية إلى محورية النقاش اليوم وإلى اهتمام العالم هذا ما كنت سأكمله مسألة القضية الفلسطينية هي قضية العرب والأم شئنا أما بينه وبالتالي ربما تظهر بعض الموضوعات أو بعض القضايا الطريقة على المجتمع العربي لكن تظل القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية وهي القضية المركزية للمنطقة العربية فيما يتعلق بالمحورية الدول المصري والتعبير عن القضية الفلسطينية من خلال الرؤية المصرية أعتقد أنه حضر بقوة فيما يتعلق به مسألة طبعاً الدعم المصري القوي للقضية الفلسطينية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً أيضاً وإنسانياً إضافة طبعاً إلى أن بعض الدول العربية بدأت تحزو حزو الدولة المصرية سواء فيما يتعلق بالإمدادات والمساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق إضافة إلى الصورة الزهنية للدور المصري في فلسطين خارج الأسوار العربية بمعنى أن وزير الخارج الأمريكي على سبيل المسال عندما التقى بالرئيس السيسي الرئيس السيسي تحدث معه في هذه الجوانب في مسألة ضرورة أن يكون هناك مفاوضات جدة بين فلسطين وإسرائيل ضرورة أن تتوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية ضرورة عودة الوئام للشعب الفلسطيني مرة أخرى كلها أمور تحدث عنها الرئيس السيسي أيضاً فيما يتعلق به جو بايدن الذي تحدث أنه يريد عودة التفاوض ما بين فلسطين وإسرائيل إذن نحن نتحدث اليوم بأن مصر حركت كما يقال المياه الراكدة في ملف المفاوضات ما بين فلسطين وبين إسرائيل إضافة لدور هم جداً لا يقل أهمية أيضاً وهو مسألة طبعاً الدولة المصري فيه تلاحم القوى الفلسطينية سواء فيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية سواء فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك شوط فلسطيني واحد كما أشارة المعليكي يعبر عن مال الشعب الفلسطيني ويعبر أيضاً عن الدولة الفلسطينية الوليدة كلها أمور هامة جداً وحاضرة في ذهن القيادة السياسية المصرية وهي تفعل ما تفعله داخل القطاع داخل قطاع غزة وأيضاً فيما يقوم به طبعاً المجتمع الدولي من واجبات تتنحو الشعب الفلسطيني أعتقد أن الدول المصري ربما أعطاه دفعة كبيرة جداً للقيام بمثل هذا الدول رأينا على سبيل المثال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يتحدث عن الإشادة بالدول المصري رأينا دول مثل روسيا وقرانسيا شكراً من الإشادات صحيحة دكتور محمد سأعود إلى نقطة الإشادات والتحرك الدولي وهذه الأمور ولكن بدأت حديثي بالكلام عن عدة مسارات ربما سياسية ودبلوماسية تقوم بها مصر اليوم لمحاولة المصالحة تثبيت وقف إطلاق النار مصالحة كل الفصائل الفلسطينية وصولاً إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وأيضاً هناك ملف تبادل الأسرة برأيك دكتور محمد أي من هذه المسارات هو الأقرب اليوم للحل وفقاً للمعطيات التي لدينا يعني لا يمكن ترتيب هذه المعطيات بقدر ما يمكن اللعب على كل هذه الملفات المجتمع بمعنى أن ملف المصالحة الفلسطينية لا يقل أهمية عن ملف البناء والتعمير لا يقل أهمية عن مسألة طبعاً ووقف إطلاق النار إذن كلها ملفات تحاول الدولة المصرية تجميع الخيوط بمعنى أننا نتحدث عن خيوط متناسرة تحاول الدولة المصرية تجميعها في قبضة يد واحدة وبالتالي فأنا أتخيل أن كل الأمور مرتبطة معنا فيما يتعلق أولاً بمثالك المصالحة الفلسطينية هي همة من أجل تصدير صورة فلسطين كدولة واحدة وصوط واحد طبعاً وقف إطلاق النار هو مهم جداً الأساسية للحال المصالحة الفلسطينية بطبيعة الحال دكتور محمد أيضاً بالتأكيد نعم وبالتالي فأنا أعتقد أن وقف إطلاق النار كم أشارت المعليكي ضروري جداً لبدء البناء والتعمير والتنمية داخل الدولة الفلسطينية إذن كلها ملفات لا يمكن الفصل بينها وبالتالي فزي كما أشارت له حضرتك الوزير عباس كامل عندما ذهب إلى زيارته والقطاع غزة ورمالله التقى بالرئيسة بومازن التقى أيضاً بقيادات من حماس التقى أيضاً بوزير الدفاع الإسرائيلي تحدث في كل الملفات ويرعى وطبعاً مصر رعايا لهذه الملفات كلها ملفات همة جداً وحاضرة في ذهن القيادة المصرية وهي تسعى من أجل إحداث نقلة نوعية في القضية الفلسطينية من خلال تحريك جهود جهود سلم جهود بناء وتعمير جهود أيضاً مصلحة ما بين الشعب الفلسطيني أو القيادات الفلسطينية إضافة طبعاً إلى جهود مسألة المفاوضات ما بين فلسطين والسرائيل كلها حضرت الزهن كما أشارت لحضرتك وأعتقد أن مصر تقوم بدور هام جداً على كافة المستويات القضية الفلسطينية وكما أشارت دكتور محمد مصر تقوم بالفعل بكل هذه المجهودات على كل هذه المستويات وقلت أيضاً بأن مصر هي راعية لهذه القضية وهذا بالفعل يعني هذا ليس جديد على مصر بل هو وليد كل السنوات الماضية مصر اليوم التي ترعى هذا الحوار الوطني الفلسطيني الفلسطيني منذ سنوات وملف المصالحة أحدثت ربما اختراقاً في بداية العام عندما تم التوافق إلى الذهاب لانتخابات تشريعية رئاسية وانتخابات مجلس وطني أيضاً في هذا الصدد يعني حققنا الكثير في هذا الملف ما الخطوات القادمة؟ ما الذي ننتظره دكتور محمد برأيك؟ طبعاً الخطوات القادمة هناك طبعاً اجتماعات همة جداً ستعقد خلال الأيام المقبلة في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية من أجل طبعاً تقريب وجهة النظر من أجل أن يكون هناك كيان فلسطيني واحد يستوعب الجميع ويكون هو المعبر عن القضية الفلسطينية لا يمكن التعبير عن أكثر من صوت داخل الدولة الواحدة وبالتالي فطبعاً الخطوة الأولى هي خطوة تجميع الدولة الفلسطينية كلها في صوت واحد هذا من جانب من جانب آخر الخطوة الأخرى التي تقوم بها مصر وقامت بها مصر اليوم وإدخال المعدات الهندسية وما إلى ذلك لبدء عملية البناء والتعمير داخل قطاع غزة ونعتقد طبعاً أن هذه الخطوتين تأثيراً بالتوازي مع خطوة ثالثة وهي مسألة طبعاً استمرار وقف إطلاق النار أو تسبيت وقف إطلاق النار ومن ثم طبعاً المرحلة الرابعة أو القطوة الرابعة هي عودة مفاوضات جادة بين فلسطين وإسرائيل من خلال طبعاً دعم الدول المصري ومن خلال أيضاً وجود وصيد دولي بحجم الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الوسطاء الآخرين من أجل طبعاً إحداث نقلة نوعية فيما يتعلق به مسار المفاوضات حضرتك يعني دعيني أذكرك أن آخر مفاوضات جادة بين الطرفين ربما كانت في عهد بيل كيلينتون وبالتالي فلا يمكن طبعاً الصبر على مزيد من استمرار العسكرية وما إلى ذلك لابد أن يكون هناك نوع جاد من التفاوض والإدارة البطرية تسعى إلى تحقيق هذا الملف وعودة هذا الملف إلى النور مرة أخرى من خلال جهود مصرية حسيثة داخل طبعاً الدولة الفلسطينية وداخل إسرائيل وأيضاً بالحديث مع القوى القبرى والشركات مش للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والربعية الدولية كلها أمور هامة جداً وحضرة في الزهن المصري وهو يسعى لإحداث نقلة نوعية في القضية الفلسطينية سياسياً عسكرياً أمنياً وأيضاً تنموياً على كل المستويات شكراً جزيلاً دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات